بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه من الماء وفي لفظ من توضى فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا الحديث في أحكام الوضوء فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى مسألة الاستنشاق والاستنثار المسألة الثانية الاستجمار الخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل أن يدخلهما في الإناء فأما المسألة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم إذا توضأ يعني أراد الوضوء وليس المراد إلى فرغ من الوضوء بل المراد إذا أراد الوضوء كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إذا أردتم القيام للصلاة وليس المراد أنه يتوضأ وقائم كذلك قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله فقوله إذا توضأ أحدكم أي أراد الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر وفي آخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر ألا فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسال والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف بنفس جذب الماء إلى الأنف بالنفس ثم إخراجه منه بالنثر أي نثره بالنفس أيضا يدخل الماء إلى أنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثره لأن داخل الأنف في حكم الظاهر فهو من الوجه ظاهر الحديث أجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الآخر في الحديث الآخر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب أو مستحب على قولين قول الأول أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوءه والقول الثاني أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعراب توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق فدل على أن الأمر به هنا للاستحباب لا للوجوب والقول الأول أرجح بلا شك لأن لأن الأمر يقتضي الوجوب والآية مطلقة والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه بنته ولأن الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الآية مبين لمعنى الآية ومفسر للقرآن فيكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الآية لأن الرسول مفسر للآية ومبين لها هذه مسألة المسألة المسألة الثانية إذا استجمر أحدكم استجمر استجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار رمي الحصيات قولوا إذا استجمر أحدكم الاستجمار هو مسح هو مسح المخرج القبل أو الدبر بعد خروج الحدث لإزالة أثر لإزالة أثر النجاسة فإذا قضى حاجته ببول أو غائط فإنه يزيل أثر النجاسة ولا يتركها إما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة أو ما يقوم مقامها مما ينظف المحل أو بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء فإن جمع بينهما فهو أحسن إن استجمر ثم استنجاء فهو أحسن وأتبع الحجارة بالماء وإن اقتصر على أحدهما أجزاء إن اقتصر على الاستجمار أجزاء وإن اقتصر على الاستنجاء أجزاء لأن المقصود منه إزالة أثر النجاسة من على المخرج وفي هذا الحديث أنه يوتر بمعنى أنه يستجمر بثلاثة أحجار كما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة أحجار فمعنى الإتار أن يستجمر بثلاثة أحجار إن أنقى بها وإن لا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر فإن استجمر فإن أنقى بثلاث لم يزد عليها وإن احتاج إلى زيادة فليكن على وتر يجعلها خمسا ولا يجعلها أربعا وإن احتاج إلى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معنى فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع ففيه دليل على أن الاستجمار يكفي لإزالة أثر الخارج بشرط أن يكون منقيا بشرط أن يكون منقيا للمحل ومنشفا له والأصل فيه الأحجار وإن استعمل ما يقوم مقام الأحجار قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه أحجار مثل دورات المياه مثل ما فيه أحجار يستعمل ما يقوم مقامها في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما ينقي المحل ولو لم يكن حجارة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة كما يأتي الروث ويرجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم الاستجمار بشيئين الروثة والعظم فدل على أن ما عداهما يستعمل في الاستجمار بشرط أن يكون منقيا يعني منشفا للمحل لا يستعمل الشيء الأملس أو الشيء الصقيل الذي لا ينشف المحل حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب تقوم كل شعبها مقام حجر لو استعمل حجراً واحداً له شعب واستجمر بكل شعبه ونق المحل فإنه يكفي ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزات ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قد يكون هو الواجب وهو أنه استعمل ثلاثة أحجار يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى الاستطابة والاستجمار المعنى واحد المسألة الثالثة إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه وليغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فيه مشروعية قسل الكفين للقائم من النوم للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم الليل والنهار أو المراد نوم الليل من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام من النوم وأراد أن يتوضى فإنه يغسل يغسل كفيه ثلاثاً والقول الثاني أن هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الإمام أحمد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون في الليل أما نوم النهار فلا يسمى بياتاً وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال سواء قام من النوم أو لم يقم فإن كان لم يقم من النوم فهو مستحب كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه مستحب أما إن كان قام من النوم سواء نوم ليل أو نوم نهار فالعلماء على قولين قول الأول أنه واجب وهو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لظاهر الأمر لظاهر الأمر والأمر يفيد الوجوب ولأنه علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يد على الوجوب وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه للاستحباب مطلقا القائم من نوم الليل أو من نوم النهار أو من أراد أن يتوضى ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء والراجح هو القول الأول أن القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لظاهر الأمر وللتعليل الذي في الحديث ويأخذ من الحديث أيضا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يات أن القليل لأن الذي في الإناء قليل فدل على أنه لو قام من النوم من الليل وأدخل يده فيه أنه لا يصلح للاستعمال لأنه لأن يده مظنة النجاسة وأدخلها فيه فدل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه ينجس كما هو قول كثير من أهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة فدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة ولا شك أن ما يكون في الأواني أنه دون القلتين فينجس إذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لأنه مظنة النجاسة وفي الحديث أيضا الاحتياط العمل بالاحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده يعني محل شك ما يدري وين باتت لا يدري أين باتت يده يحتمل أنها وقعت على فرجه وهو نايم أو أنه حك جسمه فخرج دم وهو نايم أو أنه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري من جسمه أو من دبره أو من قبله لأنه نايم ولا يدري ففيه العمل بالاحتياط لأنه لما صار احتمال نجاسها مر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها فهذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب لا يغتسل ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب نعم الحديث بروايته يدل على أن الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري الماء الراكد الذي لا يجري أنه يتأثر بشيئين تأثر بالبول فيه ويتأثر أيضا بالاغتسال فيه من الجنابة أما المسألة الأولى وهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه يقذره وينجسه وجاء الحديث الثاني في النهي عن أن يقول في الموارد يعني عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده لأن ذلك يؤثر ويلوث الناس والدواب وجعل من فعل ذلك ملعونا البراز في الموارد هذا من الملاعين الثلاث فلا يبول فيه ولا يبول عنده أيضا بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير ما دام أنه دائم يعني راكد فلا يجوز البول فيه وهذا ما ذهب إليه لما محمد ذهب إلى أن البول ينجس الماء ولو كان كثيرا إلا إذا كان يشق نزحه إذا كان يشق نزحه فإنه لا يؤثر فيه كمصانع طريق مكة وهي البركات التي عملت بالحجارة والجص فصارت تختزن الماء للحجاج في طريقهم وهي براك كبيرة هذه يشق نزحها فإذا كان يشق نزحه فإنه لا يتنجس ببول الإنسان قال ومثله من باب أولى العذرة لا يتغوط فيه لا يتغوط في الماء الدائم وهو الماء الراكد فإن فعل فإنه ينجس ظاهر الحديث سواء كان قليلا أو كثيرا هذا قول الإمام أحمد الجمهور يقولون إن كان قليلا فنعم أما إن كان كثيرا فإنه لا يؤثر فيه البول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث يعني لم يتؤثر فيه النجاس ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لي قول الإمام أحمد لعموم الحديث ولم يقل لا يبولن أحدكم في الماء الدائم القليل بل عمم صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ويدل بمفهومه على أن الماء الجاري أنه لا يتنجس بالبول الماء الجاري لا يتنجس بالبول لأنه يدفع يدفع النجاسة بجريه فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب ويأتي جريات جديدة لم يحصل فيها بول فالماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الآدمي أو عذرته وإن كان هذا منهيا عنه أنه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا بما هو أشد منه كالعذرة هذا مفهوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نكتة عن الظاهرية الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل ويعتبرون علل الأحكام وأسرار الأحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدائم أنه يباشر البول فيه أما لو بال في لو بال في إنا أو تغوط في إنا حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير في إنا وصبه فيه لا يؤثر لا يؤثر فيه هذا يقولون هذا جمود جمود على الظاهر إذ من المعلوم أن المقصود أن البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة أو تبول خارجه وتسرب البول إلى الماء أو تبول فيه إناء وصبه فيه هذا المعنى واحد فهذا مما عابوه على الظاهرية مما عابوه على الظاهرية في جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والأسرار ومقاصد الشريعة وهذا مما فوت عليهم كثيرا من الفقه مما فوت عليهم كثيرا من الفقه طيب أما المسألة الثانية وهي قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وهو جنوب لا يغتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا الناهي وعلامة جزمه السكون لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب جنوب من أصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة هذا هو الجنوب سواء في جماع أو في غيره أو بمباشرة أو باحتلام في النوم فالجنابة هي خروج المني من الإنسان دفقا بلذة أما لو خرج بدون لذة كالمريض الذي ينساب منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج منه بدون لذة هذا لا يسمى جنوبا هذا ينقض الوضو فقط ولا يوجب الإجناب ولا يجب عليه اغتسال هذا معنى الجنوب سمي جنوبا لأن من المجانبة لأن الماء بعد محله وجانبه سمي جنوبا والجنوب يعبر فيه عن حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابه أن يغتسل في الماء الدائم يعني ينغمس فيه ناويا رفع الحدث فإن ذلك يؤثر في الماء ويجعله مستعملا لا تصح الطهارة منه لأنه صار مستعملا برفع حدث أكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلماء يقول هذا للكراهة وليس هو ليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكروه لاستعمال ولكن ظاهر الحديث أنه يسلبه لأنه فائدة الحديث ودل الحديث بمفهومه كما سبق على أن الماء الجاري لا بأس أن ينغمس فيه ويغتسل في الماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه إنما الكلام في الماء الدائم الذي لا يجري نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شريب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب نعم هذا الحديث هذا الحديث في مسألة لغ الكلب في الماء شرب أو ولغ والولغ هو اللغة العربية يقال ولغ الكلب إذا شرب بطرف لسانه إذا شرب بطرف لسانه هذا هو الولغ وفي بعض حديث آخر أو رواية أخرى إذا ولغ الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وقوله إذا شرب يعطيه أن الماء أن الإناء فيه ماء شرب منه الكلب فيكون سؤره نجسا يعني الباقي بعده نجسا وأما رواية ولغ فلو لم يكن في الإناء ماء لو أنه لعق الإناء فكذلك مثل ما لو شرب فهذا معنى ولغ الكلب في إناء أحده فليغسله سبع مرات سبع مرات أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أخراهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن الكلب نجس نجاسة مغلضة نجاسة مغلضة لأن النجاسات على ثلاثة أقسام نجاسة مغلضة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وهذا يأتي هذه مخففة يكفي فيها الرش والنشك يكفي فيها الرش والنضح وكذلك نجاسة المذي المذي هذا نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النضح إذا أصاب الثوب أو البدن يكفي فيه النضح أما المني فهو طاهر المني طاهر إنما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة النوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كنجاسة البول والغايط والدم وهذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه أنواع النجاسات والتي معنا الآن النجاسة المغللة وهي نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير الحديث يدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغللة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيها بأمرين الأمر الأول أن تغسل سبعا الأمر الثاني أن تعفر بالتراب هذا دليل على غلظ النجاسة فلو غسله دون السابع لم يجزي لأن الرسول أمر بالسبع فلو غسله دون السابع لم يجزي لأنه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الإنى بعد الكلب والتراب المراد به التراب الطهور تراب الطهور فيستعمل في غسل الإنى بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الغسلة الأولى كما جاء في الرواية أو يكون في الأخيرة أو يكون في إحدى الغسلات الأولى أو الثانية أو الوسط الظاهر والله أعلم أن المقصود وجود التراب سواء استعمله في الغسلة الأولى أو استعمله في الغسلة الأخيرة أو استعمله في الوسط المقصود وجود التراب في غسل الإنى بعد الكلب ففي أي غسلة جعل التراب أجزأ لأن الرواية جاءت بهذا وهذا هذا هو الصحيح أن المقصود استعمال التراب في أي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الأول أنه يذر التراب في الإنى ويغسله يذر التراب في الإنى ثم يغسله والقول الثاني أنه يذر التراب في الماء يذر التراب في الماء ثم يغسله به الإنى وعلى كل حال الأمر واسع في هذا المهم وجود التراب سواء ذره في الإناء أو ذره في الماء وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة كالإشنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الآن المذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزي في متن الزهد قال ويجزي عن التراب إشنان ونحوه ولكن الصحيح أنه لا يجزي غير التراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلا يقوم غيره مقامه ولأن التراب أحد الطهورين الله أمر باستعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد أن يتيمم صعيداً قيباً فالتراب أحد الطهورين وليس ذلك في الصابون والإشنان لا يتطهر بالصابون ولا بالإشنان إذا عدم الماء فالتراب له خاصية أنه أحد الطهورين فلا يعدل عنه وأيضاً من الناحية الطبية لأن بعض الباحثين بعض الباحثين من الأطباء ذكروا أن ريق الكلب فيه مادة ضارة فيه مادة ضارة لا يقطعها إلا التراب هي يقولون مادة ضارة مؤثرة لا يقطعها إلا التراب التراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث إنه نص على شيء أدرك الأطباء فيما بعد أنه لا ينفع غيره في هذا الشيء يكون هذا من الإعجاز في الحديث على كل حال تعليل بأن التراب أحد الطهورين هذا أقوى بلا شك وأن الرسول نص عليه فلا نتعدى المنصوص ويأخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب تحريم اقتناء الكلاب وقد جاءت الأحاديث في النهي عن اقتنائها وأن من اقتنى كلبا إلا لماشية أو أو زرع أو صيد أنه ينقص من أجره كل يوم انقراط وجاء في الحديث أيضا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فهل المسلم يرضى أن تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته لا يرضى بهذا مسلم ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتنونها هواية أو تقليدا للكفار لأن الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم بل إن بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعل له مسكن في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده هل كفار ذو لا؟ يمكن الكلاب أحسن منهم نعم الكلاب أحسن منهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا لأن الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية هي أحسن منهم فلا غرابة إذا اقتنوها لأنهم أخس من الكلاب عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلبا في بيته أو في سيارته يركبه معه في السيارة أو لا لشيء إلا تقليدا للكفار ويتركه يلغ في أوانيه وفي أمتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها نعم نعم عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمضا واستنشقا واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثهم فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم هذا حديث حمران مولى عثمان حمران أو حمران مولى عثمان والمولى معناه العتيق معناه العتيق لأن عثمان رضي الله عنه ملكه ثم اعتقه وهو من سبي من سبي العراق من سبي عين التمر في العراق قريبا من الكوف أعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه ثم إن عثمان اعتقه فصار مولا له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي من بني عبد شمس من بني عبد شمس من قريش من أشراف قريش وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وأسلم على يده عدد كثير من فضلاء الصحابة وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثالث الخلفاء الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت الرسول رقية ثم ماتت ثم تزوج أم كلثون ثم ماتت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة لزوجتك منها هذا يدل على فضله رضي الله عنه ولذلك يسمى إذ النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا قتله الخوارج قبحهم الله وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين إلى الآن فأول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين النكبات وحروب وفتن كله بسبب قتل عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء الوضوء بالفتح الماء وأما الوضوء بالضم فهو المصدر مصدر توضى وضع وضوءا والوضوء ماخوذ من الوضاءة وهي الحسن من الوضاءة وهي الحسن لأن أهل الوضوء يكتسبون حسنا وآثارا من الوضوء يأتون يوم القيامة غرًا محجَّلين يعني في أعضائهم النور في وجوههم وفي أعضائهم النور يوم القيامة من آثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للناس صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تبليغ العلم هذا من تبليغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما جلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل إنه توضى أمامهم ففيه التعليم بالفعل لأنه أبلغ فإذا أردت أن تعلم أحدا الوضوء فإنك تريه تتوضى أمامه تريه الوضوء فعلا لا قولا فقط أسل كفّيه ثلاثا ألا فيه دليل على مشروعية غسل الكفّين قبل الوضوء وهو لغير القائم من نوم الليل سُنَّة سُنَّة قسل الكفّين لغير القائم من نوم الليل سُنَّة أما للقائم من نوم الليل فهو واجب كما سبب قسل كفّيه ثلاثا ثم تمضم المضمضة هي دخال الماء إلى الفم وإدارته في الفم ثم مجّه يعني إخراجه لا يبتلعه بل يمجّه بمعنى أنه يخرجه من فمه بعد ما يديره فيه بعد ما يديره في جميع الفم ليطهّر داخل الفم لأن داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهه هذا المضمضة خضخضة الماء في الفم ثم إخراجه بالمج واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معناه جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس ثم يستنثر بمعنى أنه يخرج الماء من أنفه بنفس أيضا هذا الاستنثار ماخوذ من النثرة وهي طرف الأنف فهذا فيه دليل على أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوضوء وأنه لو توضى ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه لأنه لم يتوضى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما يأتي وقال لا يقبل الله الصلاة اللابث دل على أنه لو لم يتمضمض ويستنشق لم تقبل صلاته وهذا الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق ردا على من يقول إنهما مستحبان لأنهما لم يذكر في الآية نقول الآية مجملة الآية مجملة بينتها السنة فسرتها السنة ولاحظوا أنه لا يجوز أخذ طرف من الأدلة وترك الطرف الثاني بل لابد من الجمع بين الأدلة لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ألا نأخذ بطرف ونترك طرف الثاني ثم أغمضا واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا الوجه ما تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة قد حدده العلماء بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا إلى من حدر من الذقن واللحيين طولا يعني طول الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد فلا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع بل المعتاد الأجلح الذي ليس في ناصيته شعر لا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع الأفرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا أفرع المراد بالمعتاد منابت شعر الرأس المعتاد هذا من الجهة العليا ومن الجهة السهلة من حدر من اللحيين لأن في جانبي الوجه عظمان يسميان باللحيين يجتمعان في الذقن يجتمعان في الذقن وينبت عليهم شعر اللحية هذا كله الوجه طولا وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن هذا تحديد الوجه عرضا كل هذا يجب غسله كل هذا يجب غسله في الوضو فلو ترك شيئا منه لم يصحله وقوله ثلاثا الواجب مرة الواجب مرة والثلاث سنة لو غسله مرتين أو ثلاثا فهذا سنة ومستحب وإن اقتصر على واحدة أجسات ثم غسل يديه مع المرفقين إلى المرفقين غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا كما في الآية غسلوا وأيديكم وأيديكم إلى المرافق والمرفق هو مفصل الزراع من العضد مفصل الزراع من العضد هذا هو المرفق وأما مفصل الزراع من الكف فهذا يسمى بالكوع مفصل الزراع من الكف يسمى بالكوع ومفصل العضد من الكتف هذا يسمى بالكتف فاليد فيها ثلاثة مفاصل مفصل من الكتف ومفصل من المرفق ومفصل من الكف والمطلوب غسل الأيدي إلى المرافق ولا بد من غسل المرفق مع الذراع لأنه صلى الله عليه وسلم لما توضى أدار الماء على مرفقيه فدل على أنهما داخلان للمغسول فعلى هذا تكون إلى بمعنى مع وإيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق لأن إلى تأتي بمعنى مع إلى الانتهاء الغاية قالوا فإن كان ما بعدها مخالف لما قبلها فإن ما بعدها لا يدخل مثل تم الصيام إلى الليل فالليل غير جنس النهار أما إذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فإن ما بعدها يدخل مثل وأيديكم لأن كله يسمى يد إلى المرافق يعني مع المرافق ثم مسح برأسه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي بمسح بعضه لا يكتفي بمسح بعضه وصفة مسح الرأس كما يأتي أنه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته ثم أمرهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا مسح الرأس والمسح هو المسح غير الغسل المسح أن تضع يديك مبلولتين بالماء على رأسك وتمرهما عليه هذا هو المسح وأما الغسل فلابد من إفاظة الماء على العضو ثم غسل رجليه ثم غسل كلتا رجليه مع الكعبين ثلاثا ما يقال في المرفقين يقال في الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق العظمان الناتئان في أسفل الساق هؤلاء هما الكعبان إلى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا سنة وواحدة هذا هو الواجب ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا فيه استحباب فيه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره وما أتاكم الرسول فاخذوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم صلى ركعتين هذا فيه استحباب الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتين الوضوء فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء سنة الوضوء وفيهما من الفضل أن من لم يحدث فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده وساوس هواجس فيهما بل أحضر قلبه أحضر قلبه فيهما قفر الله له ما تقدم من ذنبه يعني أن هاتين الركعتين يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوبه وهل التكفير عام في الكبائر والصغير أو هو خاص بالصغير الراجح أنه خاص بالصغير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بشرط أن تجتنب الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فائدها الأولى مشروعية غسل الكفين ولابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ويشرع أيضا أن يسمي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبة أو سنة الإمام أحمد عنده أنها واجبة والجمهور على أن التسمية سنة فيه وجوب المظمضة والاستنشاق وجوب المظمضة والاستنشاق لأن هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا وفعله هذا يفسر الآية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا نجوها في الحديث أن التثليث في غسل الأعضاء أنه سنة تثليث في غسل الأعضاء أنه سنة مستحب في الحديث وجوب الترتيب وجوب الترتيب بين الأعضاء كما أمر الله بذلك ورتبها وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما مدى الله به ففيها الترتيب بين الأعضاء وأن هذا من شروط أو من فروط صحة الوضوء وفيه استحباب صلاة وفيه الموالات الحديث دليل على وجوب الموالات بين غسل الأعضاء فلو أخر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله فإنها تفوت الموالات ولأن عثمان رضي الله عنه توضأ مواليا وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعتي الوضوء أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين وقوله لا يحدث فيه ما نفسه يعني الخشوع في الصلاة وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس وإذا عرض له شيء فعليه أن يبادر بالرجوع إلى صلاته ولا يستمر مع حديث النفس بل يبادر بالرجوع إلى صلاته ولا يضره ذلك إن شاء الله أما لو استمر في الهواجس حتى فرى إنه لا يكتب له أجر لا في الفريضة ولا في الناغلة لا يكتب لهم من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل مسح الأذنين واجب وما هي كيفية المسح هذا يبي يأتي إن شاء الله مسح الأذنين واجب العبد من ظاهرهما وباطنهما لأن الأذنين من الرأس الله جل وعلى قال وامسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس لكن لهم مسح خاص يأتي إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ هل ينكر على من أخذ ماء للمضمضة هل هل ينكر على من أخذ ماء للمضمضة وماء مستقل للاستنثار هذا يأتي إن شاء الله وصفة المضمضة والاستنشاق أنه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وأنفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وأنفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق نعم يجب لأنهما في حكم الظاهر في حكم الظاهر فهما من الوجه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب إذا وقع في الإناء سبع مرات أشد غائطه أشد من بوله يجب غسله سبع مرات ويعفر بالتراب الثامنة ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب بالبحار ما زالت ما زالت نجاسة ونجس عين نجاسة عينية العينية هي التي لا يمكن تطهيرها فالكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيرها نعم مثل الميتة الميتة نجسة نجاسة عينية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ذكر الفقهاء رحمهم الله أن يكون ما يستجمر به مباحا فما المقصود بذلك نعم مباح يعني ليس لأحد ليس مملوكا لأحد المباح هو الذي ليس مملوكا لأحد وإنما لكل أحد أن ينتفع به نعم ويخرج بذلك أيضا ما نهى الرسول عنه كالعظم والروث هذا غير مباح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل يبي هريرة رضي الله عنه لا بس اقتناء القطط لا بس بدل الحديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها في هرة لها حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاشها فدل على أنها لو أطعمتها وسقتها أنه لا بس اقتنائي والهر من الطوافين غير نجس وما يشرب منها ويأكل من غير نجس لأنه من الطوافين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك على المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ لا لا يجزئ الاستجمار بالتراب مع مد من الحجر أو ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء التراب يلوث ولا ينقي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمس الكلب إذا كان في البيت لمس الكلب لا بس بلمسه إذا كان يابسا لا بس بلمسه لا بس بلمسه إلا أنه لا يعلق به شيء من ذيقة أو من بوله أما مجرد لمسه يابس لا في شيء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فتته الصلاة فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه أم يصلي في المسجد ليحصل على أجل الصلاة في المسجد هو بالخيار إن شاء صلى في بيته وإن شاء صلى في المسجد لكن صلاته في المسجد أحسن من أجل لعله أن يأتي من يصلي معه لعله يأتي من يصلي معه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء الآن يصبغن أطراف الحواجب بلون كلون الجلد فما الحكم هذا من العبث بالحواجب ولا يجوز لا يجوز العبث بالحواجب لا بتشقير ولا بقص أو نتف أو حلق هذا النمص لا يجوز العبث بالحواجب هذا من المشكل أن النساء تعبث بالحواجب والرجال يعبثون باللحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نهى النساء عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحة فالشيطان يزيل لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله يهدينا وإياهم نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا قام الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة خامسة إذا قام الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة خامسة نعم فماذا نفعل والحالة هذه إذا كنت تعلم أنها خامسة يحرم عليك القيامة تجلس إما أن تتشهد إما أن تنتظر تسلم معه وإما أن تسلم لنفسك ولا يجوز لك أن تقوم معه وأن تتعلم أنها خامسة فإن قمت بطلة صلاتك لأنك زدت فيها متعمداً فتبطل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يصلي بعض العوام أربع ركعات إذا دخل المسجد لصلاة الفجر ويقول يقول يصلي بعض العوام أربع ركعات إذا دخل المسجد لصلاة الفجر ويقول ركعتين تحية وركعتين سنة سنة الفجر فهل ينكر عليهم في هذه الحالة نعم ينكر عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر ويصلي ركعتين الفجر وتجزي عن تحية المسجد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلحق الإثم ملاك العمائر الذين يسكنون فيها من يتخلف عن الجماعة وخاصة صلاة الفجر ويضعون الدشوش وما الواجب على ملاك العمائر إذا كانوا يعلمون بهذا ويرضون بهذا فلا يجوز لهم لأن هذا من الإعانة على المعصية ومن الرضا بالمنكر هما إذا كانوا ما يعلمون عن هذا الشيء ليس عليهم شيء لأنهم معذورون وعلى صاحب المكان أو المحل الذي يؤجر مسكن أو دكان أو أي محل أن لا يؤجره لمعصية الله ولا يؤجره لمن يعص الله فيه لا يؤجره لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاته شيء من الصلاة فإذا سلم الإمام يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر رجل رجل فاته شيء من الصلاة نعم فإذا سلم الإمام يقوم هذا الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر حين قيامه صحيح أنه لا يكفي تكبيره الأول الذي قام به من السجود الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيده مرة ثانية نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الماجد من أسماء الله تعالى لا أعلم نعم ورد في الحديث ذلك بأني جواد ماجد جواد ماجد عطائي كلام وأخذي كلام ورد هذا كما في جامع العلوم والحكم لابن رجل رحمه الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي سنن صلاة الجمعة القبلية والبعدية أما صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية وإنما من جاء يصلي ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد من باب تحية المسجد والنفل المطلق وأما بعد الجمعة ففيه راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات لما جاء في الأحاديث وبعض العلماء يقول إنه إن صلاها في المسجد يصليها أربعا أو ستا وإن صلاها في بيته فيصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لا يعني جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة أربعا وكان هو يصلي ركعتين في بيته فإذا جمعت ركعتين مع أربع كم يصير صير ست ولهذا قالوا أكثر أكثر الروات الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات ست ركعات كل ركعتين بسلام فإن شئت تصلي واحدة أو ستا وهو أفضل الست وبعضهم فرق قال إن صلى في بيته يصلي ركعتين وإن صلى في المسجد ويصلي أربعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى ينتهي وقت صلاة الضحى بالتوقيت الحالي المعروف عند الناس وما هو الحد الأقصى لعدد ركعاتها ينتهي وقت صلاة الضحى بدخول وقت الظهر بزوال الشمس ينتهي بزوال الشمس بل إنه إذا توسطت الشمس في كبد السماء صارت فوق الرؤوس ينهى عن الصلاة في هذا الوقت وإن كان وقتا قصيرا وإن كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسامت الشمس الرؤوس فأيصى يصلي الضحى إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء هذا هو النهاية وأكثر عدد الركعات ثمان ركعات كل ركعتين بسلام نعم فضيلة الشيخ يقول السائل نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عددا معينا من الركعات في الرواتب لكل صلاة الراتبة نعم فهل يجوز لي أن أزيد عن ذلك العدد كان أصلي ست ركعات أو ثمانية ركعات قبل الظهر مثلا إذا كنت ترى أن الراتبة ثمان ركعات هذا ما يجوز أما إذا صليت الراتبة وزدت عليها لا من باب راتبة وإنما من باب نهل مطلق فلا بس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي أن أصلي السنة الراتبة للعشاء قبيل أذان الفجر عندما أصلي الوتر يا خيوش الداعي لهذا إذا صليت العشاء صل بعدها الراتبة لألا تنساها ولأن الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها أو بعدها فلا تؤخرها نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعد الفريضة ما كان يؤخرها كان يصليها بعد الفريضة في بيته نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله شكرا للمشاهدة